كيف الحال وقع التواصل الاجتماعي نصدمه بأخبار الوفاة بعض الأشخاص بالكوفيد الناس اللي كان عرفوهم ما كانش فينا اللي ما فقدش واحد شخص سواء قريب أو لبعيد بسبب هذا الجائحة وخاصة في الموجة الأخيرة ديالها فأترات علينا في النفسية ديالتنا وخلتنا نعيد حساباتنا ونعيد نظر في مجموعة الأشياء التي تنعيشها وحتى في طريقتنا للتعامل معها وفي الرؤية المستقبلية ديالنا سنرى ما هو هذا التأثير كيف ممكن أن هذا التأثير نرده إيجابي وما يكون سلبي وما يحبسناش على أننا نعيش حياتنا بشكل طبيعي ومدامنا كانت تكلمة على النفسية فاليوم معنا الدكتور أنور رضال أخي صائي النفسي صباح الخير دكتور صباح النور وشكرا على تلبية الدعوة مرحبا بك فادي موصيم هذا برنامج كيف الحال ما كانش واحد فينا ما تأثرش بهذا الجائحة وكلنا كان نعيش شي حاجة هكذا في الداخل ديالنا اللي عندها علاقة بهذا الشي اللي محيط بنا مواقع توصيل اجتماعي خلاص يعني ذات كم لا تعنياني ممكنش كتفتح واحد صفحة إلا وتتلقى فيها أخبار وفايات أخبار مرض إلى غير ذلك هذا الشيء أطرع لنحتف طريقتنا لتعامل مع الأشياء بزاف ديال الناس بدلوا لبوجي دو فيديا لهم بسبب هذا الشيء اللي واقع ونحسو بعض المرات بواحد نوع ديال كآبة يعني كيفاش نتجاوزوا هاد الأشياء ونعيشوا بشكل طبيعي يعني نقولوا نكونوا مارنين يعني مع الحياة ونمشيوا معها كيف ما هي غادية بلا من ما يأثر علينا هاد الأشياء هاد شكرا على الاستضافة مرحبا لك سيفغيكو هادش اللي عشنا مؤخرا عو تاني وهاد الاتخوزين فاق اللي جات وخلت الناس كتعيد إعادة نظرف بزاف ديالأمور هادشي أثر على النفسية ديالناس بواحد طريقة مباشرة لأن الناس فاش كانت يلا بداش كورونا كانوا كي قلوب اللي غادة تتخدوا واحد لدوري وواحد المدة محدودة ويمكن غاد سالي بواحد سرعة مالغزمون سيبالوكا لأنه سيان فيغوس ومعدناش عليه الكانترول بزاف والإنسان في طبيعة ديالو من كيف قد سيطار ولا الكانترول أو لاشي حاجة كي تزاد عندو القلق والانكسيتي هادك القلق والانكسيتي إلا كانت واحد الهشاشة نفسية واحد البنية نفسية ولا واحد البيخصوناليتي اللي ديجا عند قابلة أن تتأثر فكيبانو ترابات بحال تراب القلاق نوبات الهلاع ممكن كشوف بزاف ديالناس كتلقى مثلا أن أسرة كاملة كلها متأثرة يعني وش معنيتا أن كلهم عندوما ذاك العجاشة نفسية هاد القضية فيها جديد الحويشكين أولا الجانب الوراثي أولا البيولوجي اللي غدي تلقاوه عند نفس العائلة كتلقاهم كلهم عندو من خوف زائد هي ويراثة عدا باش كيكون هادوك الناس كيقدرو يوقع لهم أن تركيز الهم ديالهم هو عدد الوفايات الأخبار في مواقع التواصل مع غير المعلومات اللي سلبية ولا اللي كيتفوكاليزة علىها بزاف ودك شي كي بحل غدي نقدرون نقولو بحل إلا بين قوسين سيلاف ولي بغتاجي اللي كتولي واحد التراب ديال القلق والهلاع وكل شي خيف السيلة بسيكو سوشيال للعائلة كاملة كتتطر بها وكي يولي كل واحد العقل دياله كي يخدم بلا تنسيون سيلكتيف باش كي يكابطي المعلومات السلبية وكي يدفوزها وصل عائلة دياله وما لو غزمو هادشي إلى طول كي يخلي بانو بزاف ديال الترابة ديال الأرق ديال التراب النوم والقلق ودك شي على شخصنا دائما إلاحسين بالأمور خرجت شوي عن السيطرة نستاشر مع أخي سائي باش نلقاو كيفاش نجاوزوا هاد المرحلة وخاصة الناس الكبار اللي كيكونوا عايشين معنا واللي تموكيت أطربه تتخلوه كتر نعم سؤال اللي كيتطرحي واش تم اللجوء للأخي سائيين في هاد الفترة هدي بسبب هاد النوع ديال المشاكل يعني انتكع أخي سائي واش كتلقى ناس اللي كيجوا عندك ومحتاج مساعدة أولا ما كنردوش ما كنهتموش بالجانب هذا احنا لاحظنا بلي ولو بزاف ديالناس كي جو كي ديروا لها كونسلتاسي ولكن مالو غزموا حتى كي بنشي الطراب إما حتى كي بن نوبة الهلاء حتى كي بن الطراب ديال الهلاء العام ولا الأرق حتى كي ولي المرض نفسي وكتولي لها سوفخانس وتأتي ريالو قليل فين كان توصلوا بناس اللي كي جو كيستاشروا اكزاكتمن كيفاش نديرو كيفية طريقة التعامل مع هاد الوباء كيفاش نتعاملوا مع البيغسون اللي عندنا في الدار حيث عندنا وليدات صغار وكتلقى لباغون كتلقى ناس كبار دونك هما ثلاثة الفئات مختلفة وكل واحد عنده طريقة التعامل ديالو اللي سبيسيفيك دونك احنا مالو غزمون كي جونا الناس حتى كي بن عندهم اضطرابات ولكن هذا لا يعني انه فاتل الفوتش مي بالعكس اللهم يجي الانسان في واحد الوقتاء ويتعالج وبالزافتها الناس قدروا يتجاوزوا هاد القضية وهاد القضية ما عندهش علاقة غير بكورونا عنده علاقة حتى بالوفيات اللي يوقعوا الناس اللي فقدوا اشخاص عزاز عليهم وكيفاش يتجاوزوا هادك المرحلة دونك لازم الانسان فاش يحس براسه متوتر ولا بدك يفقد شوية السيطرة على النفسية ديالو ولا على النعاس ديالو ولا على العصبية ديالو كسوة في الخدمة ولا مع الوليدات اللهم يدير استشارة وياخد تشخيص مقاد ويقدر ما يحتاج أدوية ولا يحتاج أدواء للمدق سارة واش الديسكوغ اللي تيكون عنا في الدار والخطاب اللي تيكون عنا وهذا يعني تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا كيزيد يأثر يعني بطبيعة الحال هذا كيفاش نتعاملوا مع هذه الأشياء هذه كلها كيفاش يكون الخطاب ديالنا وحنا عنا وليدات في الدار أو لعنا ناس كبار مثلا أنا كبار السن رأى نفس لفخاج اللي تتكون مثلا عند الأطفال طريقة الخطاب اللي يكون عنا في البيت الكلمات اللي يستعملوا الأخبار التي نتداول بناتنا هذه نقطة مهمة بزاف لأن الطريقة اللي كنتعاملوا بها في الدار ولا اللي كنتعاملوا بها ولا الكمية ديالالأخبار والذينفورماشن اللي كتكون ريجة في الدار كي أطروا لنا مباشرة على الأفكار ديالنا وهذوك الأفكار كيف ما قلنا هم اللي غي أطروا على الإحساس وعلى التصرفات دونك ما نحقروش هذا كل ديسكور لا تلقيح مثلا نحن كنشف تلقيح وبصيص من الأمل كبير ولكن كتسمع كتسو تلقى واحد الأسرة اللي غاديمشي ويتلقحو شدام الخلع قبل وعندهم تخوف كبير لأن المجموعة ولكم من الأفكار اللي راجت واللي كيف ما كنقوله العقل ديالنا سيبازع لذلك القلق اللي فيه وإلى كاب تغير المعلومات السلبية وبناء عليهم واحد تفكير واحد تخمين واحد لالوجيك إغيزونابل وعطيت واحد نتيجة ديال ما نديرش الفاكسا هذه القضية خصها إعادة نظر والناس خصهم اللي عندهم تخوف باش أنه يدير الفاكسا يقدر يدير استشارة طبية ويعالج القلق دياله باش تيسر الأمور ويمشي دير الفاكسا دياله ويحميره يعني من الإنسان اللي غادي يدير الفاكسا وفي الخلعة واشيقدر يأثر عليه هم بزاف ديالناس داروا اللولة داروا لابخومياء دوز وترتب عندهم الخوف والقلق وتزاد القلق وما قدرونش يمشي ويديروا لدوز يمدوز وجوعدنا واخدوا وكي يخدوا أدوية ولا مضادة القلق ولا كيف يفهموا غير أشنا هو المشكل وبخصني نشرح هذه النقطة أنه بزاف ديال أدوية ديال الطب النفسية رمك تتفاعلش مع اللقاح رجز تماما دونكراه ممكن نقدرون نديروا اللقاح وخم تبعين وكننا أخدوا مضادة الكتئاب ولا مضادة القلق ولا أدوية ديال ما كانش تأثير مباشر ما كانش تأثير مباشر ما بين اللقاح والعلاج لازم الإنسان يدير اللقاح ويدير الخطوة اللولة لأن اللقاح هو الباسيس الأمل اللي عندنا باش تنقص الحدة ديالأعراض وكوجتنا كورونا وباش ينقص عدد الوفايات وكوم سنقدرون نرجع الحياة كلنا كانت نواعيان ما كانين بزاف ديالناس اللي عاشوا هذا الشيء اللي تكلمت عليه دكتور اللي سنسمعونه ما دلاشية ستكون فرصة أن نسمعون شهادات ناس على أمواج راديو دوزام وغادي يكون معيها الدكتور أنوار رضا كذلك باش تغني الحوار وتجاوب على كل الأسئلة ديالناس اللي ستتواصلوا معنا من جوج حتى الأربعاء مباشرة على أمواج راديو دوزام شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة